ما بقاش فيه عدالة على المستطيل الأخضر اللاعب بيكره نفسه اللاعب بيقول أنا هعمل إيه تاني يا رب يا رب نكسبهم عشان الحق بس احنا بقينا النهاردة نبقى ملازمين اللهم انصر غزة وفلسطين اللهم انصر الأهلي اللي احنا شفنا فيديو لايف في غزة إزاي الناس في الضلمة بيتفرجوا عرماتش للأهلي وقافش جاب الجون القاضية في بيرامتش عشان تعرفوا حجمكم بس احنا عايزين بيرامتش يبقى منافس مش خصم مش عدو ليه ليه العسل الاسود اللي احنا عايشين فيه ده بس أنا بفطفط برحتي وبقولت رأيي والنظرية اللي هي من ناحيتها أنا من تجاهي أنا من ناحيتي خايف خايف على مستقبل منظومة هيكره ولادنا كلنا في الرياضة خايف على مستقبل منظومة هيخلي هدفهم اللي استادي بقى فاضي ده مصرعة السلان في أسبانيا اللي استادي بقى ميلاني يا أخي اللي هي بتاع المليارات الناس الجامدة الناس معاها فلوس زمانا ما كانت اللي تذكرها بخمسين قرش في الدرجة الثالثة لما زادت ستين كانت مصيبة سودة ولما زادت خمسة وسبعين قرش زي خمسة وسبعين جنيه النهاردة النهاردة من خمسة وسبعين جنيه لمتين جنيه ده ايه ده ميتين وخمسين في المية ليه بتتفرج على مين ايه هي العيقة العيقة اللي كل ما تقلع تدفع أكتر مثلا نستغفر الله العظيم يا رب هو احنا بقينا عايشين في ايه هو بلاس 18 يا ماتشاط بلاس 18 انا قاسفا عايزة تدحكوا معيني الواحد منوش نفسه يدحك هتتفرج على ايه هتتفرج على ايه هتتفرج على ايه تقادة بلعب هتتفرج على حاكم بيحسب ضدك ضدك فاول والكورة فاول لك او لعب يضرب بالكورة ويكسر ويحسبها قوت عليك بيجيب حكام من من سوق الجمعة من اسبانيا ولا من برتغال ولا من ايه حتة والاهلي يكورها خمسين الف دولار حاجة تقرف جد حاجة تقرف حاجة تقرف نعم الاهلي هو مصدر فرحتنا لكن انا كان نفسي الاهلي يبقى مصدر فرحت وزارة الرياضة كان نفسي الاهلي يبقى مصدر فرحت اي وزارة في مصر الفر بقى صلصار يا دكتور مونسر والله حاجة تسد النفس حاجة تسد النفس الجد المهم لا انا كله من الدعاء ربنا جمع امتنا العربية في ايد واحدة وغزة وفلسطين زي العراق وسوريا زي السودان وليبيا اهم من الكورة واهم من كل حاجة لازم ندعي لا نكلم للدعاء حتى يكتمل الوعاء على رأي النبي عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله أكسره منها وزارة الزمالك وزارة المختلط وزارة مرزباخل المختلط حاجة تقرف حاجة تقرف بجد أنا كان نفسي نعيش العصر الجميل الزمالك قوي زي الأهلي زي الاتحاد زي المصري زي الإسماعيلي ويبقى المربع الزهبي ده مولع نار في آخر مباريات الدوري جماهير أنديها جماهيرية الدور المصري اللي كان رقم واحد في أفريقيا والوطن العربي النهاردة بقى بيرامز بيتحكم نحن لسه داخلين على وساخة أكتر لسه داخلين على قرأة أفريقيا لا واحد نيتين يجي يقولك عايزين مطش الأهل والزمالك الصبر في السعودية الصبر الأفريقي في السعودية بحكام مصريين استغفر الله استغفر الله استغفر الله مش لايه كلمة مؤدبة أولها مع أنه كنا نتمنى نتمنى في المملكة العربية السعودية الشقيقة حكام سعوديين حكام مصريين والأهل والزمالك إنما أنت بقيتش عارف شيكابالا ودونجا اللي اتهموا الأمير تورك الشيخ وقال لك مش عارف بقشيش ولا برشوة بقول عليها ولا مش عارف إيه ووقف دونجا لعب لعب مبارح دونجا فين الوقف بتاعه يومين مكتوبة في مصر اليوم ساعتها إيقاف دونجا مباراتين في الكاس طب ما كانت أول مباراة مبارح لعبها إزاي يطلع اتحاد الكرة ببيان إحنا ما عملناش ما صدقناش على على غرام الدونجا ولا شيكابالا ولا وقف دونجا خلاص الله يرحم زمان في لعب الشوارع كنا منلعب في الشارع كان فيه برضو منا البلطاجية ومنا اللي بيهد الملعب لو هو اتغلب ومنا كذا بس كان فيه عقلاء في المصر أليس في المنظومة راجل ورشيد نلوز بكم نلوز بالحكومة نلوز بالمنظومة الكبيرة بكله أن يلقوا نظر على وزارة الرياضة يلقوا نظر على المنظومة الرياضية على مراكز الشباب على الأندية يفتشوا في دراج العطار يفتشوا في الحسابات بتاع اتحاد الكرة فلوسنا فين فلوس مصر فين لو ما فيش كده اللهم الاعتراض اللهم الاعتراض بس يا ما دقت عن رأس أنا من نوع اللي أنا لا أفقد الأمل وإن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى هيبقى فيه أمل في بكرة بإذن الله زي غزة كده معلمة عليهم معلمين عليهم بيأكلوا كل ثلاثة يام طاقة إنما عشان كده النصر اليوم إن شاء الله فالصبر ثم الصبر ثم الصبر اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا على الكفر يا رب العالمين اللهم يتجعل بيننا ملحد ولا مختاب ولا أي حد يدخل الفتنة ما بيننا يا رب يا رب ويرجع السودان وليبيا والعراق وسوريا ولبنان يرجعهم كده مع الأمة العربية بإذن الله تعالى إنما غزة وفلسطين مش محتجانا مش محتجانا لأننا ما نستهلش بقول لكم الآخر ما نستهلش إحنا لو نستهل نقدر نساعدهم بقول لهم الآخر يا جماعة الجنة مش لاي حد الجنة مش لاي حد الجنة غالية اللي بيحب الحياة وهيموت فيها وخليك خلد خلد فإحنا كشعب مصري معروف إنه هو توقم الشعب الفلسطيني فبإذن الله إن غدا لناظره القريب النصر لنا وبإذن الله الاستخرار لأمتنا العربية وفي مصر ربنا يبعد عننا ربنا يبعد عننا الفتن ربنا يبعد عننا كل فاسد ويحمينا ويحمينا يا رب العالمين شعب وحكومة وجيش وبإذن الله تعالى غدا أفضل بإذن الله اللهم الاعتراض اللهم الاعتراض اللهم الاعتراض أنا مش عارف هنقول إيه هنعيد في إيه استوانة بقت مشروخة اللي استوانة الوحيدة بقى اللي مش مشروخة حكت إيه إنك تصلى عن نبي عليه الصلاة والسلام وإنك تدعي وتقول لها حول ولا قوة إلا بالن دي مش مشروخة خالص عبادة ومن ناحية تانية ربنا بإذن الله تعالى هيسمع هيسمع لأن إحنا ضعفاء لأن إحنا غلابة فهيسمعنا بإذن الله تعالى ربنا ينصرنا ربنا يحمى أوطننا ربنا ينصر الأهلي واللهم مضرب الظالمين بالظالمين في منظومة كرة قدم منظومة رياضية الرابط إن كلمة الفساد الوحدة لا تكفي واسمود أهلنا طبعا في فلسطين يا دكتور المنزل يا رب العالمين يا رب مبروك لنادي الأهلي مبروك بحزن وأنا كاتبها قبل اللايب ما يبدأ وقبل ما مشروط التاني حتى يشتغل مباراة الألوميني من النسيان إلى متى الأهل يتبطب على منظومة فاسدة إلى متى الأهل يدفع إلى متى جمهور الأهل يتحارب جمهور الأهل على فكرة مصري والله العظيم مصري والله يا جمهور الأهل اللي في مصر مصري يا جماعة والأهل هو أبو الوطنية الأهل هو أبو الوطنية شيتهم أم أبيتهم بإذن الله والغريب هيفضل قريب هيفضل غريب حتى لو بعد مئة سنة أنت غريب تحية ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم